وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 32 طن من المواد الغذائية في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 623 قضية من بينها 164 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير متابق للمواصفات فضلا عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن من الأقماح المحلية وذلك في مجال ضبط مخلفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي